نفت الهيئة العامة للبيئة صحة ما يتم تداوله حول تلوث أجواء البلاد وموضحة في بيان لها أن ما يتم تداوله استشهادا بمؤشر التلوث التابع لسفارة الولايات المتحدة بأن أجواء الكويت ملوثة هو عار عن الصحة تماما ومضيفة أن مؤشر التلوث التابع لسفارة الولايات المتحدة لا يرصد جميع أنواع الملوثات بل يختص بقياس جسيمات الغبار ذات حجم 5.2 ميكرون فقط وما يتم رصده بواسطة هذا الجهاز من تراكيز لذرات الغبار يتم مقارنتها مع المعايير الخاصة بوكالة حماية البيئة الأمريكية وأشارت الهيئة إلى أنها ومن خلال محطات الرصد البالغ عددها 15 محطة موزعة على محافظات البلاد الست ترصد جميع أنواع الملوثات الغازية والأتربة المتساقطة ذات الحجوم المختلفة ويتم نشر مؤشر جودة الهواء الجوي من خلال الموقع الرسمي لها ترجمة نانسي قنقر